أظهرت إحصائية حديث ارتفاع عدد القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ عدد القتلى 46 عنصر معظمهم من منتحلية الرتب العسكرية الرفيعة ووفقا للبيانات الصحفية فإن هؤلاء القتلى سقطوا في مواجهات مسلحة مع القوات الشرعية على عدة جبهات وأشارت الإحصائية لأنه تم تشييع جثامين القتلى في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منها تعز وحجة وصنعاء والحديدة دون الكشف عن مواقع أو تواريخ محددة للمعارك التي قتلوا فيها وأبرزت الإحصائيات أن 80% من القتلى خلال سبتمبر كانوا من القيادات الميدانية التي تنتحل رتبا عسكرية عالية من بين هؤلاء كان هناك منتحلي رتبة لواء ورتبة عقيد وثلاثة رتبة مقدم وثلاثة أيضا رتبة رائد وتسلط هذه الأرقام الضوء على تزايد الخسائر البشرية في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وخاصة بين القيادات الميدانية نتيجة استمرارها في تسعيد العسكري